أبرز معارك أكتوبر 1973 معاركة تبت الشجرة وقعت يوم الثامن من أكتوبر على مسافة عشر كيلومترات شرق قناة السويس تمكنت القوة المصرية من الاستيلاء على أحد أهم النقاط الحصينة للعدو تم أسر نصف سرية موشاه للعدو كان قوامها 150 فردا معاركة عيون موسى بدأت يوم الثامن من أكتوبر على الضفة الشرقية للقناة تمكنت الفرقة تسع عشرة موشاه من الاستيلاء على مواقع العدو المحصنة تم تدمير مدافع التي كان العدو يستخدمها في قصف السويس خلال حرب الاستنزاف معاركة القنطر شرق استمرت يومي السابع والثامن من أكتوبر تمكنت القوة المصرية من تحرير المدينة ودك حصون العدو المنيعة بالمنطقة تمكنت الفرقة ثماني عشرة موشاه من أسر ثلاثين جندياً إسرائيلياً والاستيلاء على كمية من أسلحة ومعدات العدو معاركة الفردان وقعت أحداثها يوم الثامن من أكتوبر وقعت شرق الإسماعيلية بقطاع الفردان تم صد هجوم اللواء مئة وتسعين مضرع الإسرائيلي وتدميره بالكامل تم أسر قائد أحدى كتائب اللواء مئة وتسعين مضرع الإسرائيلي عسافيا جوري معاركة المنصورة الجوية وقعت يوم الرابع عشر من أكتوبر قطول اشتباك جوي في تاريخ الحروب الحديثة استمر أكثر من سلاث وخمسين دقيقة تمكنت القوة المصرية من أسقاط ثماني عشرة مقاتلة إسرائيلية أصبح يوم الرابع عشر من أكتوبر عيداً للقوات الجوية المصرية معركة المزرع الصينية بدأت الخامس عشر من أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام شرق القناة كانت بقيادة العميد أركان حرب محمد حسين طنطوي قائد الكتيبة السادس عشر مشاه خلال حرب أكتوبر تكتسب أهميتها من التصدي للعدو ومنعه عبور الصغرى ترجمة نانسي قنقر